تنطلق اليوم فعالات اليوم الأول من مهرجان العالمين الجديدة طبعا فيه دورته التانية واللي بينطلق حتى 30 أغسطس بإذن الله المقبل إن شاء الله فرصة حلوة جدا تستمتع بهذا المهرجان المهرجان العالمين بينطلق فيه نسخته التانية في الفترة من 11 يوليو من اليوم وحتى 30 أغسطس زي ما قلت لحضراتكم وبيشهد فيه فعالياته طبعا فعاليات مختلفة فنية رياضية وترفيهية وكمان فيه فعاليات كتيرة جدا للأطفال ضمن مهرجان نبتة للطفل وطبعا بعد النجاح الكبير اللي حققوا المهرجان فيه نسخته الأولى في العام الماضي يعني هذا العام إن شاء الله هيكون فيه حاجات كتير مختلفة بخلاف الغنى المشهد هيبقى أكيد حاجة حلوة زي ما انتم تابعتم السورة وإن شاء الله تستمتعوا بكل ما سنتم نقله بإذن الله لحضراتكم من فعاليات مهرجان العالمين وقريبا إن شاء الله نكون معاكم كمان في العالمين لكن خلينا نروح نتابع كواليس فعاليات اليوم الأول من مهرجان العالمين الجديدة ومع مرسلنا مرسل التاسعة الزميل محمود جميل خليني أمسي على محمود ومساء الخير يا محمود شايف اللون الأورنج بقى والألوان والممشا وعندك الأبراج بقى من وراك يعني أولا الجو أخبره إيه يا محمود بس يا الخير عليك الأول يا شافكي وأهلا بيكي وبكل مشاهدي برنامج التاسعة والحقية دي كانت أول حاجة هتكلم فيها معاك عن الجو وحالة التقس الجميلة هنا إحنا الجو هنا دلوقتي حلوة جدا يعني فيه هوا جميل عايز أقولك إن أوقات كمان في الوقت اللي إحنا بنتكلم فيه دلوقتي نشعر بالبرودة بعض الشيء من الحالة التقس لكن دي حالة كويسة طبعا مقارنة بدرجات الحرارة اللي بنسمحها طبعا فيه الأماكن المختلفة لكن هنا الحقيقة الجو جميل جدا وده اللي ساعد بقى على الإقبال الشديد هنا على الممشا السياحي الممشا السياحي أحد أهم المناطق الترفيهية اللي موجودة في المدينة العالمين الجديدة خلينا أقولك إن الممشا السياحي بطول 14 كم الحقيقة بيشهد إقبال كبير جدا في الساعات الأخيرة من اليوم وخلينا أقولك إن أنا شايف النهاردة الإقبال كبير جدا الحقيقة يعني سواء من الشباب من الكبار والعائلات وبما إنك كنت بتتكلمي عن مهرجان نبتة للأطفال فخلينا أقولك فيه طبعا أسر كتير جدا موجودة بأطفالها فهتبقى فرصة كمان إن هم يستمتعوا بالفعاليات الخاصة بمهرجان نبتة والحقيقة الجمال اللي موجود في مدينة العالمين الأبرار وكمان البحر اللي موجود محمود يعني طبعا أنا أنا شايفة الجمال واضح جدا بس أنا نفسي كمان الكاميرا تورينا أكتر يعني لو المصور يورينا كده أكتر نشوف حركة الناس نشوف الإضاءة الناس رايحة جاية نشوف معاك يعني كده دلوقتي وبرضو سؤالي طبعا إحساس الناس إيه بقى بليوم الأول متابعين للمهرجان يعني متحمسين لإيه يعني تكلمنا عن ده ولو نشوف المشهد أوسع الكاميرا توسع بس الزاوية أكتر يبقى كمان هل هجاوبك على السؤال طبعا وهترك زميل محمد متحد فيه أنه يعني يورينا دلوقتي صورة الممشى اللي حضرتك طلبتيها طبعا والإقبال اللي موجود والناس اللي موجودة خلينا أقولك أن يعني النهاردة في إقبال طبعا من الجمهور على الممشى السياحي والاستمتاع لكن احنا النهاردة كنا مع فعالية مهمة جدا وهي من إحدى الفعاليات الرياضية اللي موجودة وهي فعالية البراموتر وهو الطيران الشراعي نوع من أنواع الطيران الخفيف كل الناس اللي بتحب الطيران في السماء كانت طبعا مبسوطة بالأجواء اللي موجودة النهاردة لأن في متعة في الفعالية دي خاصة لما طبعا فكرة الطيران وتكون في السماء لكن في مدينة العالمين بيكون لها طبعا أجواء خاصة جدا فيما يتعلق بأن انت بتشوف بقى جمال مدينة العالمين من السماء من فوق بتشوف الأبراج بقى بتشوف الممشى السياحي بتشوف المشروعات طبعا التنموية المعمرية الكبيرة جدا اللي موجودة ومن ضمنها المدينة التراثية والمدينة التراثية دي التابعة لوزارة الثقافة هتشهد عدد من الفعاليات الثقافية المهمة وخلينا أقولك كمان أن من ضمن الفعاليات احنا عندنا كمان فعاليات كتيرة جدا خلال هذه الفترة وخلال طبعا فعاليات المهرجان الممتدة لحد يوم 30 أغسطس لكن من ضمن طبعا الفعاليات المنتظرة هو حفل الكنج محمد مونير اللي هتكون بكرة إن شاء الله في العالمين قرينا وأكيد كل الجمهور متحمس أنه هو يكون موجود مع الكنج محمد مونير وطبعا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لا تنسى طبعا الأشقاء الفلسطينيين علشان كده بخلاف طبعا القرار اللي طلع بتخصيص 60% من أرباح المهرجان لدعم الأشقاء الفلسطينيين بكرة كمان مع قبل حفل الكنج محمد مونير هيكون فيه فعاليات للدبكة الفلسطينية وهنشهد طبعا الدبكة اللي كل الناس بتحبها خاصة من الفلسطينيين هتكون موجودة طبعا على مصرح العالمين قرينا بالمناسبة دلوقتي بيتم الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بالستيج وبالإضاءة وبالبروفات اللي بتتعامل طبعا في العالمين قرينا علشان تستقبل كل الزوار بكرة لحفل الكنج محمد مونير بخلاف الفعاليات طبعا هيكون عندنا فعاليات ثقافية وفعاليات رياضية احنا بنتكلم تقريبا على خمس مهرجانات ضمن مهرجان العالمين الجديدة في نسخته التانية مهرجان نبتة للأطفال وده اللي اتكلمنا عنه طبعا عندنا مهرجان الترفيه والجناء عندنا مهرجان الثقافة وهيكون فيه عروض ثقافية لوزارة الثقافة بالمناسبة المامشى السياحي هيشهد عدد من الفعاليات الخاصة بوزارة الثقافة فرق التنورة فرق طبعا الفرق المختلفة لوزارة الثقافة بس يا محمود الجميل اللي انت قلته كمان يعني يمكن كمان احنا عرضنا وانت بتتكلم شفنا الطيران الشراعي يعني اذا الناس تقدر تستمتع جدا بالعالمين طول اليوم يعني الصبح عنده شايف البحر مش معقول جماله لون يا جماعة مصر دي بديعة شايفين الالوان والبحر والطيران الشراعي حاجة يعني حاجة بديعة وطبعا الجميل انه الناس تقدر تستمتع طول اليوم يعني فيه مهرجاء اللي عايز يبقى مع فرق ثقافية فيه الاطفال ليهم ايضا مهرجانهم زي ما انت قلت يا محمود رياضة بحرية طبعا وطبعا الحفلات الغنائية لكبار مطربين من مصر ومن العالم العربي كمان حيبقى موجود يعني الحقيقة فيه يعني جهد كبير جدا حاجة واضح انها هتبقى ممتع والجميل كمان يا محمود انه كل شاشات المتحدة هتبقى الحقيقة بتعرض للناس فالمشاهد المصري هيقدر يشوف هذا الجمال من على الشاشات المصرية بإذن الله محمود مجهود كبير انا عارفة انت بتبزله واللون الورانج ده حلو وهنيئا لك الجو الحلو خلينا احنا في التكيف هنا او في المراوح او في درجة الحرارة لكن تمام ان شاء الله نجيلك قريبا ان شاء الله تيجي هنا في مدينة العالمين ان شاء الله يا محمود بشكرك شكرا جزيلا واحلى شغل تقدمه للتساع بإذن الله زملنا العزيز محمود جميل من مهرجان العالمين شكرا جزيلا